بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آخر قرارات وزارة تربية والتعليم بتاريخ اليوم هنتعرف مع بعض على استقناف الدراسة بالجامعات ونسبة الحضور هتبقى عاملة زي الترم التاني والامتحانات المؤجلة بالنسبة للكليات المختلفة السنوية العامة أولى وتانية وتالتة نجيب النمازج الاسترشادية منين؟ وكلام مهم جدا من وزير التربية والتعليم كلام من الآخر لطلاب أولى سنة وتانية سنة ويقبل الامتحانات توصيات خاصة جدا من وزير التربية والتعليم لطلاب الاعدادية أولى سنة وتانية سنة وعشان يقفلوا الامتحانات ويجيبوا الفول مارك عايزكم تكملوا معايا الفيديو للنهاية واعملوا لايك للفيديو دعم للقناة والمجهود المبزول وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجارة عشان تابعوا معنا كل القرارات الجديدة أول بأول تعالوا نبدأ مع بعض بالجامعات ونسب الحضور واستقناف الدراسة الترم التاني استقناف الدراسة بالجامعات ونظام الحضور أكد المجلس خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع استقناف الدراسة في شاعات كتير كانت بتكلم عن تأجيل الدراسة لا مفيش تأجيل الترم التاني تم استقناف الدراسة بالفصل الدراسة التاني وبداية الامتحانات المؤجلة بتاعت النص الأولاني اعتبارا من يوم السبت ان شاء الله 27 فبراير ده وفق قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء مع طبعا الحرص الكامل على تطبيق الاجراءات الاحترازية وبالنسبة للحضور الترم التاني في الجامعات شدد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهاجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجامعة ما بين ان الطالب هيروح يحضر في الكليات وما بين ان هو يكمل بقية الاسبوع أونلاين مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العمل كل ده هيقل ويكون حضور الطلاب الكليات النظرية يومين فقط اسبوعيا وطلاب الكليات العملية ما بين 3 ل 4 أيام على حسب الكلية ده بالنسبة للجامعات نتكلم دلوقتي عن النمازج الاسترشادية من وزار التربية والتعليم واللي هي في غاية الأهمية لأن الامتحان هيكون مبني عليها هيكون بالزبط زي النمازج الاسترشادية ولكن طلاب الابتدائي والإعدادي نزلهم النمازج الاسترشادية بشكل رسمي من وزار التربية والتعليم عربي ولغات من أول الصف الرابع الابتدائي لحد ثلثة إعدادي موجود على موقع وزار التربية والتعليم مع التجديد على أهمية النمازج الامتحانات إن شاء الله هتبقى بنسبة 100% قريبة جدا من نمازج الاسترشادية أولى سنة وتانية سنة ومحتاجين النمازج وتالتة سنة وكمان محتاجة تتدرب على النظام الجديد ولكن لحد الآن بصفة رسمية ما نزلش من وزار التربية والتعليم نمازج للسنوية العامة أولى وتانية وتالتة في انتظار إن شاء الله أن النمازج تنزل في أسرع وقت من وزار التربية والتعليم عشان الطلاب تلحق تتدرب على الامتحانات النظام الجديد ودلوقتي هنتكلم على تنبيهات مهمة من وزارة تربية والتعليم قبل ما تدخل الامتحان علشان نعرف انك لازم تشحن شريحة التابلت قبل ما تروح خلي بالك من الحتة دي وكمان الامتحان هيقفل في الوقت المحدد طب لو دخلت اللجنة وانت متأخر ربع ساعة ايه اللي هيتم معاك؟ تأسيم الشاشة والدخول بالكتب الخارجية والمذكرات كل ده هنعرف تفاصيله ولكن نعرف الاول رسالة وزير التربية والتعليم لطلاب الشهادة الاعدادية وطلاب اولى سانة وتانية سانوي انهم يذكروا من محتوى نجوى مهم جدا المحتوى ده سالس بسيط ممتع دي كده الكلمات اللي بتصف المحتوى ده اي درس مش فهمه تخش على محتوى نجوى من الـ LMS منصة ادارة التعلم وتجيب الدرس وبتبتدي تشوف محتوىات الدرس بشكل ممتع هتفهمه هتفرق معاك بنسبة 100% على اولى سانة وتانية سانوي تالت اعدادي وده اللي هيساعدك انك تقفل المواد في الامتحان ان شاء الله الشرح انا دخلت بنفسي على محتوى نجوى لقيت ان الشرح مبسط جدا وفيه تسهيل على الطلاب اولى وتانية وتالت اعدادي ياريت تخشه على محتوى نجوى على منصة ادارة التعلم هتعمل تسجيل دخول على الـ LMS وبعد كده هتختار المحتوى وتختار الدرس اللي انت عايزه اولى سانوي وتانية سانوي وتنبيهات مهمة جدا من وزار التربية والتعليم انا عارف ان فيه حاجات ممكن تكون انت عارفها ولكن عايزك تتأكد عشان تبقى داخل الامتحان وما تتفاجئش باي حاجة ركز كده معايا في الخطوات دي اول حاجة على كل طالب انه يتأكد من تسجيل الاستمارة الالكترونية خلاص وعرفنا اخر ما عاد لها وخلصنا موضوع الاستمارة ولكن لازم تكون معاك سكيرين شوت من الاستمارة الالكترونية على الهاتف بتاعك بص كده معايا النقطة دي شددت المدارس على انه لابد للطالب انه يحتفظ بنزخة من الاستمارة الالكترونية سكيرين شوت على تليفون ودي مسئولية الطالب ولو ضاعت مش هتتمكن من دخول الامتحان طيب الامتحانات بتاعت اولى سانوي وتانية سانوي هتكون اونلاين مش اوفلاين وبتعتمد على الشبكة الداخلية جوه المدرسة هتم امتحانات اولى وتانية سانوي على الحوسبة السحبية عن طريق الانترنت المتاح بالمدرسة جوه الواي فاي بتاع المدرسة او شريحة البيانات خلي بالك من النقطة دي اللي بتسلمها الطالب يعني الامتحان اونلاين طيب جميل اوي يعني تشحنوا شريحة البيانات احتياطي يعني انت المفروض رايح المدرسة بناء على الشبكة اللي داخل المدرسة مش مطالب انك تشحن ولكن بيقولك احتياطيا لازم تشحن الشريحة ولو بحتى عشرين جنيه عشان لو لا قدر الله الشبكة اطعت او حصل مشكلة داخل الحوسبة السحابية في المدرسة تكون انت عامل حسابك علشان تمتحن يتم غلق موقع الامتحانات الكترونية بعد انتهاء الزمن المحدد يعني انت عندك الامتحان من 9 ال 11 11 بالزبط الامتحان هيخرج وهيكون متسجل كل اجابات بتاعتك ولكن تكون عامل حسابك انك مخلص ومراجع لو سؤال وايف قدامك وحسيت انه هيستهلك وقت منك كتير سيبه في الآخر عشان ما تضيعش وقت طيب لو انت دخلت متأخر دخلت 9 ونص هل تقعد 11 ونص لا مالوش دعوة الامتحان هيخرج على 11 بالزبط ولو تأخرت عن الامتحان ربع ساعة لن يسمح لك بدخول اللجنة الامتحانية ولكن ساعات بتعدي وبتخش مفيش مشكلة بس ما تحطش نفسك في الموقف ده ياريت تروح بدري عشان كمان تتأكد من مكان اللجنة الامتحانية بتاعتك وتتأكد ان الشبكة شغالة داخل المدرسة يسمح بالدخول بالكتاب المدرسي سواء مطبوع او مصور يعني انت لو مش معاك الكتاب وانت طابع ومفيش اي مشكلة ولكن لن يسمح بدخول اي اوراق او مذاكرات او كتب خارجية كتاب المدرسة ممكن تكتب عليه القوانمات تدخل امتحان فيزي تكتب القوانين بتاعت امتحان الفيزي يبيش اي مشكلة خالص تكتب كلمات كلمات القصة مسلا في اللغة الانجليزية تكتب الكلمات بتاعت النابل عندك مفيش مشكلة تكتب القواعد المهمة مفيش اي مشكلة خالص في كتاب المدرسة طب لو انت عندك الكتب الالكترونية محملة على التابلت برضو مفيش اي مشكلة تقسيم الشاشة مفيش مشكلة انك تقسم الشاشة وتبتيت تشوف على الكتب بدي اف ولكن خلي بالك لتدوس الاكس بتاعت خروج الامتحان واما حاجة تتأكد منها انك تمضي حضور في كشف الحضور لكل جلسة امتحانية عشان ما تتغيبش يبقى لازم تتأكد انك تمضي في كشف الحضور حتى لا تتغيب عن الامتحان الترم التاني ان شاء الله مفيش امتحانات في اخر الترم ولكن الامتحانات هتبقى اخر كل شهر وكمان لازم تتأكد قبل ما تخش الامتحان ان في اي محاولات تهكير للتابلت طبعا تحزفها ولو نزل التليجرام على التابلت ضروري جدا تحزفه بيكون في حملات تفتشية خلي بالك علشان ما تحرمش من دخول الامتحانات الامتحانات بالنسبة لطلاب المنازل والدمجة هتكون ورقيا ولو انت ما استلامتش التابلت برضو الامتحانات بالنسبة لك هتكون ورقيا الباقي هيكون الامتحان الكتروني وطبعا في النهاية لازم تكون مرتدي الكمامة طبعا لسلامتك وسلامت غيرك ولو انت نعيان لقدر الله او في اي اصابة عندك ياريت ما تروحش المدرسة